السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع جديد ومفيد على قناتنا إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع موقع جديد وهو موقع hyper.ai هذا الموقع بالذكاء الاصطناعي الذي يقوم بتحويل التكست إلى فيديو هنشوف إمكانياته النهاردة كل اللي عليك إن انت هتروح تعمل sign up وبعد كده تبتدي تخش على الموقع يلا بينا نبص على إمكانيات هذا الموقع الموقع بيقدر يعمل إيه الموقع بيقدر إن هو يحول التكست إلى فيديو تقدر أيضا أن انت ترفع صورة ويعمل animation لهذه الصورة هنا بيحول التكست الفيديو بكذا طريقة HD أو غير HD ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة بالتطبيق العملي يلا بينا كده نبص على الموقع هنا ده عبارة عن مجموعة من الفيديوهات المعمولة بوسط ناس مشتركين في الموقع فتقدر أنك إنت تبص عليها وتشوف الإفشيانسي بتاعته أو الكفاءة بتاعته وأيضا تشوف نوعية الأوامر اللي الناس بتستخدمها على سبيل المثال لو بصيت على فيديو زي ده هنا ده الأمر traveling through ancient fantasy lands ستقدر أنك إنت تشوف الأمر بيتكتب إزاي HD extra sharp focus كل الحاجات دي الطريقة الصحيحة لكتابة الأمر عشان يطلع النتيجة اللي أنت شايفها كل المواصفات أنا كات بيها الخاصة بالسين أو المشهد اللي أنا عايزة وممكن أختار من الـ style ZD وفيه هنا فيه الـ filter duration 2 seconds ده الموجود حاليا والـ 4 seconds coming soon هنا بيبتدي ينشئ الفيديو بتاعي طبعا هو مجاني وعليه ضغط كبير فبالتالي حياخد وقت شوية في عملية إنشاء الفيديو لكن الـ processing قدامي بتبقى ظاهرة كده أن انت مثلا 35% 50% لحد ما بتوصل 100% الـ creation mode بتاعي HD high definition فمن المفترض أن الفيديو بتاعي هيكون high definition تم إنشاء الفيديو زي ما إحنا شايفين تعالوا كده نبص عليه 2 seconds طبعا زي ما إحنا شايفين مدته وصيّرة ممكن نقلل الـ speed بتاعه لو إحنا عايزين بيبقى في عليه ووتر مارك بسيط قوي كده ولكن أنا شايفة إن هو كأداة مجانية مش بطال كويس بصراحة موضوع الـ animation الخاص بالفيديو التفاصيل بتاعته حلوة وجيدة نبص بص بصة سريعة كده الفيديو information ممكن نحن نانيميت يور ايميج تعالوا نرفع كده صورة ونطلب منه إن هو يعمل لها animation حتذي أروح لأي صورة من الصور اللي تم إنشاءها بالذكاء الاصطناعي علشان أعمل لها animation دي صورة The boy is waving with his hand and smile هنا الولد بيلوح بأيدي وبيضحك ده اللي أنا كده في الجزء المتعلق بالحركة اللي عايزها هتكون موجودة في الصورة وبعد كده هتبتزي أقول له create ونشوف النتيجة مع بعض هتكون عاملة إزاي بيبتزي أعمل processing علشان يشوف النتيجة بتاعة الانيميشن بتاعي الولد بيلوح كده أو بيعمل waving به دي زي ما أنا طلبت في السنيتين وبيضحك زي ما إحنا شايفين ممتاز بصراحة أنا عجبني جدا جدا الموقع ده يبقى إزا إحنا عملنا جربنا إيه جربنا create video stacks to animate your image وrepaint your video تعالوا كده نغير الstyle بتاعي الفيديو ممكن upload الفيديو أجرب repaint style أو أغير الstyle بتاعي الفيديو بتاعي هنا ممكن أقول له play background خلي background player ممكن كمانا خليه old film كأنه فيلم مثلا في الستينات وتعالوا نشوف every style اللي حيعمله للفيديو بتاعي غيرت خالص الstyle بتاع الفيديو خليته تاني blur background يعملي blur للباكجراوند وكمان يخليه كأنه شخص ده ماشي كده في فيلم من الستينات مثلا create ونشوف النتيجة حتكون عاملة إزاي دي النتيجة بتاعتي يعني إلى حد ما غريبة شوية يعني بس هو عمل لي كده إيمان كأنه من الستينات فعطهولي كده أبيض وسود وplay background والشكل بقى عامل كده ما عجبكش الشكل تقدر ان انت تغيره لحاجة تانية لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه ولكن هو مش بطال بشكل عام الجزء المتعلق بالانيميشن حلو الجزء المتعلق بالتاكست 2 فيديو برضو حلو لو احنا روحنا تاني للإكسبلور حنبص اللي في حاجة اسمها create with text prompt هي هي نفسها ولكن هنا الفيديو مش هيكون HD هنا animate your image مش HD ده هنا HD extend your video coming soon extend the duration of your video with one click ده بيطول مدة الفيديو ده لسه coming soon انا شايفك موقع مجاني مش بطال كويس ممكن نستفيد بيه بشكل مجاني نطلع منه شوال حل ونستخدمه في عمل المحتوى هيكون ان شاء الله مفيد لناس كتير وخصوصا منشئ المحتوى ده بالنسبة لموقع hyper.ai عجبني وحبيت اطلع اكلمكم عنه الناس اللي حابة انها تعرف اكتر عن موقع ذكال اصطناعي الجديدة والtrendي والموجودة دلوقتي ونناس كتير شايفة انها كويسة وجيدة وبتدي نيتيج جيدة تقدر ان انت تتابعنا على قناة infotech for you اتكلمت عن cloud 3 واتكلمت عن shgbt4 اتكلمت عن حاجات كتير جدا ممكن تكون اكثر يعني مش تعقيدا بس اكثر تفصيلا اكتر واللي حاب ان هو يشوف المواضيع دي يقدر يروح لقناة infotech for you ان شاء الله هتعجبه احنا هنا مهتمين شوية بالمواقع الخاصة بالذكاء الاصطناعي الى حد بمال خفيفة اللي بنعمل بيها محتوى ولكن على القناة الاساسية هتلاقي حاجات مفصلة اكتر الناس اللي عايزة حاجات تفدها في حياتها المهنية بشكل عام هتستفاد جدا من قناتنا ان شاء الله الاساسية وان شاء الله تعجبكم زي ما اقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش يدعمونا باللايك والشير والكممنت انا شايف ان الناس فترة دي شوية مش متفعلة قوي على الفيديوهات من حيث المشاهدة طبعا في متابعين بصراحة عندهم ولاء رهيب جدا للقناة وداشي انا بشكرهم جدا جدا عليه لان هما دايما بيدعموني ويشجعوني ويسألوني وبحب اجاوب عليهم وبحس كده ان هما متفعلين معايا على الفيديوهات انا بشكرهم جزيلا بصراحة لان بحس بجد ان انا يعني بشتغل على حاجة بتفيد وبشتغل على حاجة الناس فعلا بتجربها وبتسأل فيها وده حاجة فعلا بتساعدني جدا 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 بشكركم جميعا ومقدرة جدا ان الفترة دي من تكون فترة الوقت فيها دايق شوية الناس ما عندهاش وقت قوي ان هي تتابع لو بتشوفنا الاول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته